اشتركوا في القناة فما أقبح أن يشق سكون المدينة أو القرية التي تعيش فيها أزيز سيارات على الطريق أو هدير طائرة نفاثة لقد أدرك الإنسان حديثا هذا النوع من التلوث حينما اكتشف أن هناك بعض الشباب يعانون فقدا دائما في السمع نتيجة لدأبهم على سماع الموسيقى الصاخبة لفترات طويلة وترك ذلك آثارا سلبية تأثيرها واضح على جوانب مختلفة من نفسية أو جسدية كاختلال في التوازن العقلي في بعض الأحيان والتوتر العصبي والنقص في إمكانية الانتباه كأن الصخبة انتقل إلى دواخلهم ليصير جزءا من طبيعتهم الداخلية وصار الاهتمام كبيرا جدا في الآوينة الأخيرة بجميع مظاهر هذا التلوث الذي استشرى في مجتمعنا الحديث والمصادر الرئيسية للضجيش هي الصناعة المعدنية مثل عمليات الحدادة والمطالة والبرشام وصناعة الغزل والنسيج والمطاحن والغربلة لتنقية المعادن والأحجار والتخريم وصناعة التعدين والطباعة وكبس الصفائح كذلك وسائل النقل المختلفة أنواعها كصوت محركات الطائرات وأصوات القطارات وأصوات التنبيه الصادرة عنها وأصوات السيارات والدراجات النارية أما المصادر الثانوية فهي الموسيقى الصاخبة والأصوات المرتفعة الخارجة من المدياع أو التلفزيون كذلك الأصوات الآدمية المرتفعة خاصة أصوات التلاميذ في المدارس وحضائق الألعاب ومكبرات الصوت والمسجلات في مؤسسات الخدمات المختلفة كالمقاهي والمطاعم وغيرها ومما يعكر الراحة في المنزل أصوات بعض الأجهزة المستعملة كالمكانس الكهربائية ومروحة التنفيس وأصوات التلفزيون وأعمال المطبخ وانصفاق الأبواب صفاق الأبواب يعني خبطها انصفاق الأبواب والخلاطات وآلات العصير ومكيفات الهواء والثلاجات وجرس البيت والهاتف وقد وجد العلماء أن من آثار الضجيج على صحة الإنسان التعب المفرط وتقلصا في العروق والشرايين وارتفاعا في الضغط الدموي والشكوى من الصداع وفقدان الشهية والشعور بالقلق مما يسبب الضجيج والصمم ويؤثر على الجنين عند تعرض المرأة الحامل لمستويات عالية منه ولتجنب هذا الثلوث البيئي الخطير يجب الابتعاد عن مصادر الضجيج ووضع عمال الأوراش والمصانع لواقيات على آذانهم وبناء جدران عازلة داخل البيوت واستخدام نوع من اللبذ على حافات الأبواب لمنع الضجيج كما يمكن تبطين الأرضيات والصقوف بمواد مسامية تمتص الصوت وتجنب الاستماع إلى الأصوات العالية الصادرة عن الراديوهات والتلفزيونات والمسجلات هذا النص لدكتور حيدر عبد الرزاق كمونة من مقالة تلوث البيئة وتخطيط المدن عن الموسوعة الصغيرة العدد 23 بتصرف إذن هذا كان هذا هو النص قراءتنا لهذا النص إذن عتبت القراءة وعندما نقول عتبت القراءة فهذا معناه كما تعلمون يعني تأطير النص تأطير النص إذن صاحب النص من هو صاحب النص اسمه الكامل حيدر عبد الرزاق كمونة صفته العلمية باحث عراقي في هندسة تخطيط المدن من مؤلفاته معالجة لظاهرة التحول الحضاري مكان ولادته ولد في النجف بالعراق مصدر النص تلوث البيئة وتخطيط المدن العنوان تركيبياً إذن التلوث هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره تلوث الضجيجي إذن الضجيجي هو ناعد تابع لمنعوته في الرفع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره يعني كذلك لحرف جر البيئة اسم مجرور إذن التلوث الضجيجي للبيئة البيئة اسم مجرور بالله وعلامة جرهه الكسر الظاهرة على آخره وشبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو التلوث إذن العنوان من ناحية الدلالية التلوث الظاهرة خطيرة ضد النظافة كل ما يؤثر سلباً على حياة الكائنات ويدمرها الضجيج هو الصوت المرتفع المزعج يؤثر سلباً على سمع الإنسان وصحته البيئة مصطلح يجمع كل ما يتعلق بالطبيعة من أرض وماء وجو يعني من أرض وبحر وجو وهواء إذن نوعية النص النص هو مقالة علمية تفسيرية ذات بعد سكاني إذن الصورة الصورة المرفقة بالنص هي صورة فوتوغرافية تبين الاقتضاد الكبير الذي تشهده اقتضاد كبير الذي تشهده شوارع المدن وما يصاحبه من ضجيج السيارات يعني وأصواتها بداية النص إذن بداية النص تشير إلى أن الضجيج نوع من أنواع التلوث اكتشف الإنسان أن الضجيج أيضا هو نوع من أنواع التلوث السمعي في نهاية النص يعني تشير إلى سبب تجنب الضجيج والوقاية منه يعني إذن هناك مشموعة من الوسائل من أجل تجنب هذا الضجيج إذن فرضية النص انطلاقا من المؤشرات السابقة بمعنى نوعية النص والعلوان وبداية النص ونهايته إذن نفترض أن النص قد يتحدث عن الضجيج باعتباره نوعا من أنواع التلوث وقد عنى سبب تجنب التلوث الضجيجي والوقاية منه يعني قد وضح لنا الكاتب سبب تجنب يعني التلوث الضجيجي والوقاية منه إذن القراءة التوجيهية إذن شرح المفرادات دينا مجموعة من المفرادات في النص لدأبهم يعني لاعتيادهم الدأب هو الاعتياد أزيز هو صوت الأزات يعني أزيز هو صوت من الأصوات استشرع استشرع يعني انتشرق الاستشرع هو الانتشار التخريم التخريم هو الشق التخريم هو فعله خرم ليس شق يعني التخريم يعني يعني بالنسبة للذي يقوم بأعمال النجارة أو الذي يقوم بالتعامل مع المعادن التخريم بمعنى أن يضع خرما أن يضع خرما في الخشبي أو في الصفيحة المعدنية أن يضع خرم والخرم هو الثقم وليس الشق إذن التخريم هو التطقيب الصمم الصمم تعطيل حاسة السمع الصمم هو تعطيل حاسة السمع البرشام البرشام هو المصمار ولكن البرشام هو المصمار الذي له أسنان يعني هو الفيس البرشام هو الفيس المصمار هو المصمار العادي الذي يتم مطرقه بالمطرق المصمار ليس له أسنان ليس له يعني يأتي كالأسنان الحلزونية الدائرة التي تكون في البرشام البرشام هو الفيس الفيس باللغة الفرنسية والبلغة العربية والبرشام والبرشام هو الذي لا يمكن استخدام المطرق مع البرشام يعني مع البرشام ينبغي أن نستخدم المفق الخاص بالبرشام إذن الفكرة العامة اعتبار الضجيج نوعا من أنواع التلوث وتحديد مظاهره ومصادره وآثاره السلبية وسبل تجنبه والوقاية منه تنادي الفكرة العامة لأنص القناءة التحليلية إذن معجم حق الضجيج في النص يشق سكون المدينة أو القرية هذا المعجم مرتبط بالنص لدينا هذه الجملة كذلك جملة أخرى أزيز سيارات كذلك هدير طائرات نفاتة الموسيقى الصاخبة الصخب صوت محركات الطائرات أصوات القطارات أصوات التنبيه أصوات السيارات والدراجات النارية الأصوات المرتفعة الأصوات الآدمية المرتفعة إذن كل هذه العبارات والجمل هي مرتبطة بحق الضجيج داخل النص داخل النص دائما مضامين النص هو التلوث الضجيجي مظهر من مظاهر تلوث البيئة الفكرة الثانية والمضمون الثاني مصادر التلوث الضجيجي الرئيسية والتانوية هذا هو المضمون الثاني مضمون الثالث الآثار السلبية الناتجة عن الثلوث الضجيجي نفسيا وجسديا والمضمون الأخير للنص وبعد في الفقرة الأخيرة بعد سبل تجنب الثلوث الضجيجي والوقاية منه أسلوب النص اعتمد الكاتب في مقالته أسلوب التفسير في تناوله لمشكلة الثلوث الضجيش ومظاهره ومصادره وآثاره وسبول الوقاية منه وهذا الأسلوب اتخذ الشكلين الشكل الأول التمثيل مثل عمليات الحدادة كذلك الأصوات الآدمية كالمكانيس الكهربائية أسلوب التمثيل ثم أسلوب التأكيد أسلوب التأكيد يعني التأكيد العلماء أن هناك قد وبدأ العلماء أن هناك يعني كل هذه العبارات تدون على التأكيد إذن قيم النص يعني القيم التي يعطيها لنا النص يمكن اختزال قيم النص في قيمتين أساسيتين هما قيمة سكانية تتشلى في أن الثلوث الضجيجي ينتج عن الإنسان وما يستهلكه أو ما يستعمله في حياته اليومية وفي المقابل ينعكس عليه مباشرة وعلى بيئته بطريقة غير مباشرة كذلك هناك قيمة تحسيسية يحاول الكاتب أن يحسسنا بخطورة الثلوث الضجيجي على صحتنا النفسية والجسدية وعلى سلامة بيئتنا وذلك من أجل أن ننهج سبل الوقاية منه ونتجنب كل ما من شأنه أن يسببه تنهاته القيم النص القناعة التركيبية إذن مصادر الثلوث الضجيجي هناك مصادر رئيسية الصناعة المعدنية الحدادة والبرشام صناعة الغزل والنسيج المعادن والطباعة وسائل النقل صوت محركات الطائرات أصوات التنبيه أصوات السيارات والدراجات النارية عفوا أنا خطأ في الدراجات النارية هذا مصادر رئيسية المصادر الثانوية كذلك بالنسبة لمسألة الدراجات النارية هناك طاهرة غريبة نجدها في بعض المناطق هناك بعض الشباب هداهم الله يعني يبدو أن أحدا ما اشترى لهم دراجة نارية ويختارون منتصف الليل لكي يستعملوا تلك الدراجة ويتعمدون رفع الأصوات لا أدري يعني يكتسبون دعوات شر هكذا بالمجان يعني لا حول ولا قوت إذن يعني انتبهوا إلى هذه السلوكات يعني الناس كدعوا عليكم هكا بدون أسف المصادر الثانوية الموسيقى الصاخبة أيضا من مصادر التلوث الضجيجي كذلك الأصوات المرتفعة الأصوات الآدمية والآلية مكبرات الصوت الميديا التلفاز المكانس المروحة الثلاجات الهاتف ننقل هذه مصادر ثانوية للضجيج مظاهر الثلوث الضجيجي تتعدد مظاهره بتعدد مصادره آثار التلوث الضجيجي إذن هناك آثار نفسية اختلال التوازن العقلي التوتر العصبي ضعف التركيز الشعور بالقلق إذن فعلا الضجيج له آثار خطيرة على نفسية الإنسان يعني وإذا كانت نفسية الإنسان مخربة إذن انتظر منه أي شيء يعني للأسف يعني يعني الآثار نفسية للأسف لأن أحيانا نتغافل عن الأضرار النفسية لل يعني الآثار نفسية التي تصيب الإنسان بمختلف الأسباب نتغافل عن الآثار نفسية لسلوكاتنا التي تنطبع على الناس الآخرين ونتفاجأ يعني هذه الآثار نفسية الوخيمة على نفسية الإنسان أيضا الصحة النفسية أيضا شيء مهم مثلها مثل الصحة الجسدية علينا أن ننتبه لهذه المسألة علينا أن ننتبه للصحة النفسية للإنسان عندما نتكلم عن الصحة النفسية نحن نتكلم عن الحمق نتكلم عن الإنسان الذي فقد عقله وطبعا يعني سوء الصحة النفسية يعني هي يعني يعني هي بداية لفقدان العقل أساسا لكن الصحة النفسية طبعا تؤثر هناك مثلا نجد بعض حالات الانتحار للأسف سببها المباشر هو الإنسان صحته النفسية تكون وضعيته النفسية تكون سيئة بشكل كبير ويدخل في اكتئاب حاد وتكون النتيجة المباشرة له الانتحار للأسف إذن الصحة النفسية نبغي أن ننتبه إلى الآثار النفسية للمختلف الأمور سواء هذا التلوث الضجيجي أو التلوث الخلقي والأخلاقي الذي أيضا نشاهده هو يؤدي إلى أضرار نفسية وخيمة خاصة على نفسية الشباب والمراهقين إذن الآثار النفسية ثم لدينا الآثار الجسدية فيها ضعف السمع التعب المفرط تقلص الحروق والشرايين العروق عفوا العروق والشرايين تقلصها إذن هذا يؤدي أيضا إلى آثار جسدية طبعا دائما الأثار النفسية يعني هي تنطبع الآثار الجسدية دائما دائما يعني نحن الكائن البشري ما هو عبارة عن نفس وجسد إذا كانت نفسيته مهترئة سوف ذلك الاهتراء سوف يعني يقيس جسده إذن كما قلنا تقلص العروق والشرايين ارتفاع الضغط الدموي الصدع فقدان الشهية الصمم تضرر المرأة الحامل والجنين إذن هذه آثار جسدية ثم هناك آثار بيئية تتجسد في اختلال التوازن البيئي في الفضاءات التي تعج بالضجيش إذن هذا بالنسبة لآثار تلووت الضجيش إذن سبل الوقاية سبل الوقاية من التلووت الضجيش إذن الإبتعاد عن مصادر الضجيش استعمال واقية الأذن بناء جذران عازلة ثم استعمال نوع من استعمال نوع من ليس الأباد خطأ هذا استعمال من اللداء أو يعني نوع من اللداء في الواقع يعني هو من اللداء يعني إذا أغلق الباب يعني لا يسمع ذلك الصوت القوي لغلق الباب إذن اللباد اللباد وليس الآباد اللباد استعمال نوع من اللباد على حافة الأبواب واللباد هو نوع من الكاوتشو أو يعني شيء يعني يخفف الصدمق يخفف الصدمق كذلك تبطين للenan تبطين الأرفوف والسقوف بمواد مسامية يعني عندما يتم تبطين الأرفوف والسوقوف بمواد مسامية فإنها تمتص الصراخ الذي يأتي من الخارج كذلك تجنب الاستماع إلى الأصوات العالية. الأصوات العالية نتجنب الاستماع إليها إذن هذه هي التحضير القبلي لهذا النص الجميل والمهم لصحتنا النفسية وكذلك الجسد. نتبين لنا من خلال هذا النص أن الضجيش يؤدي إلى كوارث طبعا ويؤدي إلى أضرار نفسية بليغة وكذلك أضرار نفسية وجسمية على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسماني إذن كان هذا هو التحضير الذي أقترحه عليكم لتحضير هذا النص تلوى الطجيش للبيئة أشكركم على حسن تتبعكم أتمنى أن يكون هذا التحضير مفيدا لكم ونلتقي مع تحضيري لنص جديد شكرا ترجمة نانسي قنقر